في أحدث تحرك مصري لرأب الصدع بين الليبيين وتوحيد رؤاهم حول مستقبل بلادهم تستضيف القاهرة وفدا يضم ممثل مدن جنوب ليبيا للقاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبية الوفد يضم 75 شخصا من شيوخ وأعيان ونخب تعكس تمثيلا كاملا لجميع الشرائح والمكونات في جنوب ليبيا وبحسب مصادر يبحث الوفد في القاهرة توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية المقبلة والمصارى الدستورية وكذلك دفع العملية السياسية بجانب تشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب الليبي دعما لموقفه الرافض لتدخلة الخارجية في الشأن الليبي تأتي هذه الزيارة عقب دعوة مصرية لأعضاء البرلمان الليبي للزيارة القاهرة وذلك بهدف التواصل من أجل تحقيق التوافق بين أطراف الأزمة والتواصل لحل للخلافات التي تعيق التواصل لاتفاق يمهد الطريق لتحقيق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية وأفادت مصادر للغد بأن الدعوة المصرية تشمل جميع النواب البرلمان الليبي سعيا لتوافق جميع الأطراف حول خريطة طريق تخرج ليبيا من أزمتها الحالية من دون تدخلات خارجية ترجمة نانسي قنقر